السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة الاضافة اللي معنا النهاردة يا جماعة تدي لك تحليل كامل لكل بينات زوار موقع لو انت عاوز تعرف دول الزوار تعرف كمان معدل ارتداد تعرف نسبة وجود الزائر في الموقع قد ايه كل حاجة بالتفصيل وعدد مشاهداته كمان جوه الموقع والصفحات اللي ظهرها وكل حاجة هتكون من خلال الاضافة الجميلة المجانية اللي احنا هنقدمها النهاردة ليكم في الحلقة دي هو الطبيعة جماعة والعادي ان احنا بنستخدم جوجل انالاتيكس كلنا لازم نستخدم جوجل انالاتيكس في ناس بقى بتقول لي الا انا مش عاوز ان انا استخدم جوجل انالاتيكس وحط الكود بتاعه في الموقع عندي وتقل الموقع انا مش بحاجة ليه ممكن نستخدم اضافة بسيطة كده علشان تديني بيانات للزوار الخاصين بالموقع بتاعي وكنت عادي الانالاتيكس في الامكانيات يعني هو خلينا نكون صراحة مع بعض مش هتعادل الانالاتيكس في الامكانيات الخاصة بالزوار ومش هتكون هي الادق لكن هي ممتازة ورائعة جدا للناس اللي حابت تتخدم حاجة سهلة تعرف بها زوار موقعها. الاضافة يا جماعة بكل بساطة هسيبها لك في الوصف تحت الفيديو الرابط الخاص بها. هتقدر تخش عليها وتحملها عادي او ممكن تثبتها زي ما هشرح لك دلوقتي على المصفح بتاعها. بص كده انت عادي هتخش على الاضافات بتاعتك على كلمة اضافات بالشكل ده. اللي هي ظهرة قدامك دي. في الجزء ده كده. خش على كلمة اضافات. وبعدين خش على اضف جديد او اضافة جديدة وبعدين خش ايه بحس بالكلمة دي. كل اللي مطلوب منك بس فقط لغير انك تبحس بالكلمة دي. شايف الكلمة دي? حطها في البحس. واول ما تحطها في البحس هي يزهر لك البيانات الخاصة بالاضافة اللي هي دي. طبيعي جدا انت تضغط على تثبيت. انا مثبتها. عشان مثبتها. فجاي لكلمة تفعيل غير مفعالة بالشكل ده كده فامر طبيعي عادي جدا لان انا ايه مثبتها. بعد ما تثبتها هتظهر لك في اعلى الموقع بالشكل اللي اورو لك دلوقتي. خلينا كده نروح نشوف كده عاملة ازاي? هتظهر لك كده. تظهر لك في الجزء العلوي من الموقع بالشكل ده. جنب كلمة الرئيسية هتلاقي كلمة زهرة كده. وطبعا زي ما قلنا يا جماعة الاضافة مجانية لكن فيها خطة مدفوعة والخطة المدفوعة احنا مش بحاجة لها. الخطة المجانية كافية جدا. خلاص. اضغط عليها عشان تفتح لك القائمة دي. هتلاقي القائمة دي فيها صفار طبعا ما كانش لسه عدد زوار. لسه ما بدأتش تعد زوار. هنا بالنسبة لي لو عمرت آآ انا الموقع بركبها عليه من شوية فعشان كده بدأت تعد معايا زوار وتجيب معايا بيانات. بص بقى على الجمال والحلوة والسهولة بتاعة الاضافة. هنا بتظهر لك في الصفحة الرئيسية. الحاجات الاولية والمبدئية الاجمالي للزوار. يعني مثلا هنا معدر تداد. نسبة معدر تداد اللي هو بيحسبها لك. انا لا تكسب برضو. هنا بيحسب لك الكل زيارة يعني المشاهدات لكل جلسة. الجلسات مثلا تمنتاشر. وهنا المشاهدات الداخلية الريفرشات يعني. واحد وتلاتين. وهنا الزيارات وحداشر. هنا بيقول لك نسبة وجود الزيار في الموقع قد ايه? مدة الجلسة اللي هي دي. وهنا بقى بيظهر لك رسم بياني بزوار موقعك وده جميل جدا برضو بيفيد. تحت هنا هتلاقي كلمة اه هتلاقي هنا العنوين بتاعت الصفحات اللي الزوار زروها. والصفحات الداخلية والخارجية وكل حاجة اللي الزوار دخلوها وبدأوا يزوروا موقعك من خلالها. وهنا هتلاقي اسم ازا كانت صفحة ازا كانت مقالة ازا كانت تصنيف اللي هو اه قسم يعني او من الاقسام او لا. ازا كانت خدمة بتقدمها في الموقع عندك او كلام من وبرضو الرابط الاساسي بتاع الخدمة او الصفحة اللي الزائر زرها بيجيبها لك فده جميل جدا يا جماعة. وهنا معدل ارتداد الزائر دخل قعد في الموقع عند ايه وخرج بسرعة ولا لأ. والكلام ده كله معدل ارتداد بيبان لك كل حاجة بتفصيل. هل هو زر صفحات تانية وكلام من ده. وتلعب في مدة قد ايه. وكلام ده كله ظاهر في آآ مدة الجلسة اهي. عندك كمان مدة الجلسة اللي ظاهرة دي بيقول لك انه الزائر ده. دخل في المقالة دي وقعد فيها كام دقيقة وست ثواني. كل حاجة جميلة جدا. دعنا بقى خش على القيمة اللي فوق اللي هي القيمة دي. بيقول لك هنا شوف مصدر الزيارة. جات لك منين? من جوجل? بص لما اضغط عليها كده بيقول لي هنا مصدر الزيارة عاملة ازاي? هنا بيقول لي ازا كان مصدر الزيارة جات لك من جوجل? ولا جايلك دايريكت? ولا جايلك من موقع خارجي? ولا جايلك من محارج بحث تاني? كل ده بيزهره لك هنا كده. وحتى كمان بيقول لك التصنيف بتاع الزيارة عاملة ازاي? وهنا بيقول لك الزوار عدد الزوار وهنا بيقول لك المشاهدات ومدة الجلسة خاصة بالزائر. وهنا معدل الارتداد. اللي احنا شرحناه قبل كده وتكلمنا عنه كتير. كده الجزء ده بيبيان لك بيقول لك الزوار جايين منهم بالزبط. المواقع اللي جايين منها او محركات البحث. آآ نخش على اللي بعد منها كده نشوف هنا بيزهر لك تقريبا الدول. آآ هنا الدول اللي زهرت الموقع بتاعها. هنا جايب لك الدول اللي زهرت الموقع بتاعها. انا بالنسبة لي عشان مش مركب الاضافة بقالها كتير انا بس بجربها. فمش ظاهر بهانات كتير للدول. ومش ظاهر حاجات كتير خاصة بالدول. علشان انا لسه مركب الاضافة ما بقى لهاش كتير. خلاص. دي الدول واللي فوق منها الاجهزة اللي زهرت موقعك. سواء موبايل او كمبيوتر. هيبدأ يظهر لك كده. يقول لك ازا كان آآ موبايل او كمبيوتر. وآآ از كام زيارة. ونسبة ومدة الجالسة قد ايه? وحاجات تانية كتير. جميل جدا يا جماعة هنا هنا بقى لو انت حايف تعدل او تخصص الاضافة زي ما انت عاوز عاوز تشغالها على تخليها على الدرك مود او كلام من ده. زي ما انت عاوز. كل الحاجات اللي بقى يا بقى دي كلها احنا مش بحاجة لها لي بقى لانه هنا الوقت الفعلي لو انت تفكروا ان الاتيكس العادي هتلاقي كلمة الوقت الفعلي. الوقت الفعلي اللي هو الزوار الحاليين اللي فاتحين دلوقتي حالا في الموقع. ودي مدفوعة في الاضافة. احنا مش بحاجة لها. علشان آآ خلاص احنا احنا كل اللي يهمنا ان احنا نشوفه الصفحة الرئيسية دي عدد الزوار. ونشوف معدل الرسم البياني ده. ونشوف الصفحات اللي بيتمي زيارتها. وكمان الدول زي ما قلتلكم ومصادر الزيارات. مش محتاجين من الاضافة حاجة اكتر من كده. لانه بكل بساطة زي ما قلتلكم اللي طلب مني او اللي بيكلمني. على انه استفاد من الاضافة مش عاوز غير آآ وهنا زي ما قلتلكم الدول مش عاوز غير زي ما قلتلكم بالزبط كده. ان هو يعرف بيانات اولية وسهلة وبسيطة. من غير تعقيد عن زوار موقعه. وما يخشش في تفاصيل آآ ان انا تكسل هي بتاخد وقت. وكمان بتعمل بطء للمدونة. لكن الطبيعة لو جانا نتكلم بقى في الحق. انه انا تكسل هي بتدي بيانات اقوى. لكن في بعض الناس بتقول لك لا انا محتاج بيانات اولية كده وسريعة. مش شرط اربط ان انا تكسل ولا بطء الموقع بتاعها او حاجم الحاجات دي كلها. اتمنى يا جماعة ان يكون الحلقة دي مفيدة للناس. واتمنى منك انت بقى كمشاهد حاجة بسيطة خالص. يعني فيديو زي ده عجبك واستفدت منه شخصيا. لازم تعمل التفاعل على الفيديو. يعني اذا كان تعليق ايجابي من ناحية ماشي مفيش مشكلة. اذا كان آآ اعجاب بالفيديو. التفاعل ده بيخلي نسبة وصول المعلومة والفيديو نفسه لعدد اكبر من الناس. علشان غيرك يستفد زي ما انت استفد. وما توقفش المعلومة على قدك انت بس ما تبقاش آآ المعلومة واقفة عليك لا غيرك كمان يستفد. وبكرارها تاني برضو يا جماعة بقول لكم ان المحتوى الهادف بيموت بالمشاهدة الصمد. يعني الفيديوهات تبقى جميلة جدا وحلوة وكمان آآ مفيدة لكل الزوار. وفي الاخر تموت ما تتشافش خالصة بليه? علشان مش عليها تفاعل. المنصات بشكل عام يوتيوب او غيرها او غيرها بتحسب التفاعل ده انه الفيديو مفيد. تمام? هتمنى خير وتوفيق للجميع. وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.